اشتركوا في القناة 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 طبعاً التمر يفرق عن الحلقوم يفرق عن الينسون الشكل من داخل هذي رقيقة التمر شوفوا كيف الطعم الأصلي كذا أما الينسون الشكل يختلف ليس مثل بعض طيب ندخل الحين اللي بعده خذت هذي لكي أفردها تحت تحت علب الشاي والسكر لأنني لا أحب أضع شي على الرخامة أخاف الرخامة تنجرح شوفوا كيف حجمها قدرين تقصينها بعد إذا انتحاب بمتر خذت اللون البني وبتشوفون كيف تتركب وكيف تطلع وبترطبها مع بعض بإذن الله تعالى وتمسح عادي حتى لو جاء عليها مي ما تضر أنا تقريبا زي الجلد طيب خذونا نشوف اللي بعده هنا أخذت أكياس رايت أكياس رايت اللي عندي خلصت أتوقع حفظتني مع الأكياس هذه أنا سالفت السالفة مع الأكياس هذه أكياس رايت الحلو أنه تكتبين عليها اللي تبغين وفيها مفوض من هنا كذا أمان تتسكر حلوة أنا جرت نوعية ثانية ما تجزتني بس تبقى رايتين أفضل بالنسبة لي يعني ولا مرة أخذلاتني صراحة بعض الأكياس لا تسوي تسرب يعني ألقى البندورة باقي طالع من الكيس يعني ألقى تسرب بعض الأكياس تسرب بعض الأكياس كنتين برضو خذيت هنا سكاكين كمان سكينة كبيرة يعني شرية الأشياء اللي أنا أحتاجها صراحة خذيت كمان بطاريات خذيت بطاريات كبيرة خذيت بطاريات صغيرة مو ذاك الجودة بس يفتكون أزمة صراحة يعني يفتكون معي أزمة لو أنا احتاجتهم طيب حين خذيت هذه العلبة أنا بحط فيها أقراس الصابون أنا عندي العلبة اللي يعني شكل غسالة بس علشان بغير الرف اللي عندي على جنب المغسلة قبل نمضان كده فراح نغير كل شي مع بعض وجبت هذا اللون علشان أحط فيها أقراس الصابون تمان طيب كمان خذيت هذه هذه قطاعات البطاطا اللي تسوي البطاطا كده مشذرمة خلنا سميها تشذرم كده ندير شو تسموها أنتم كلكم عارفينها أكيد اللي هي بليد كده تقطعين فيها تطلع البطاطا بالشكل هذا آخر شي خذيت هذا الصندوق الخشبي أفكر أحط هنا أصيص ورد وهنا أحط حاجة بنغير كل شي مع بعض بترفون كل حاجة يعني طيب هذا أول مرة رحت للوسام هذا المرة الثانية كنت مع ماما وشريت الأغراض هذه بعدين في مرة أولى رحت فيها أنا الحالي أول مرة جبت فيه المعمون كنت الحالي جبت علبة يوم جربناها نسحرنا بطعمها ورحت بعدين أنا وماما حتى حتى رجعت خذيت منها كثير لأنا صراحة جبه ثاني كمان من الوسام أنا ما خذته أبقى أفتح معاك وما شوف إيش موجود جوا كمان أول حاجة خذيت خذيت قطاعات البيتي مجددا يوم ثانيا وبحاجة خذيت كمان هذه ثانيا وخذيت قطاعات ثانية ثنتين ووحدة بخمسة مجددا خذيت هذه الصينية علشان الرز الله مصلا على محمد أنا الصينية اللي عندي كبيرة شوي جبت هذه الصغنونة علشان نحط فيها رز يعني الكبسات هنا خذيت هذا الصحن للفواكل للقاعدة أين هي خذيت حلو ينحط على الطاولة أنا ما عندي لكن صحن له قاعدة من تحت شايفين حتى منظروا حلو تحطين فيه الفواكه يعني لبيتك يعني أو إذا جاك الضيوف عادي أنا ما تفرق معي يعني سافة الموعين لازم تكون طب حل الضيوف لا عادي خذيت هنا هذا الطبق على شار العجين إذا بعض الحاجة عجبني مرة عجبني وهنا خذيت هذا الصغنور بوريكم يا شيالة صغيرة الحلوة حسنا حليوة يعني لازم حط لازم حط هذا بس ما هي مشكلة بركبها أنا بعدين شايفين مرة حلوة حطين فيها معمول شخصين يعني مع القهوة التركية بالمرة جميلة كان فيه أشكال ثانية طبعا هذه معدن ترم هي بلاستيك طيب نحط القربيع هنا هنا شريت خلاص شريت هنا ثلاث صواني بوريكم ياها هذه صنية معدن هذه الصنية طبعا سعر الصنية بس خمسة ريالات طبعا طبعا كمان خذيت هنا ملاعق أنا ما عندي ملاعق بتشوفون ملاعقي بعد شوي كل واحدة شكل وكمان عندي ملاعق صغيرة ما عندي من نهائيا نهائيا ملاعقتين وكذا وكل واحد منديرة فخذيت هنا ملاعق وكمان خذيت خذيت شوك نفس الشكل خذيت هنا حلاو كذا شكله أنا ماذي كتب اللوتس آه باللوتس أنا لا أحب اللوتس للعلم أنا اللوتس ماني من عشاق اللوتس بس إن شاء الله يطلع حلو يعني ماني عارفة خذيت هنا كمان حنا نقول له قرمش انتم تسمون شيفس أو بطاطس بصريعة في الإمارات قرمش ها خلوني أذوق أشوف حلو ولا لأ تسمي بالله رحمن رحيم ها حلو حلو مع الشاي خذي ماما حلو حلو مع الشاي حلو خذيت هنا هذه خذي كذا شكلها يجي هذه طويلات عمرو السلامة خلوني بس أشبكها هنا يمكن بعضكم عارفها كيف تجي كذا أيوة هنا عبي صابون تمام أسكر وأضغط يبدأ الصابون يطلع من هنا أليف في المجلة فهمتوا علي يعني أنا جايبت أرتليه في المجلة يجي مع عراس ثاني بس كذا من هنا مني عارفة يجي مع عراس ثاني اللي هو هذا أتوقع هذا حق الجدار خلاص خلاص طيب خذيت كمان هذا الصحن الكوب حين حبيته مدري أول مرة أشرب حاجة زي كذا مني عارفة شاي أخضر شاي زهورات أحب أتفنم بالمشروبات أنا اللي نفسي يعني أدلع نفسي بس واحد جبت خذيت كمان شبشي بالسارونة وقت الطلعات حديقة ما كانت تمشى مع أبوها زينات يعني خلاص طيب خذيت كمان نفس الأول نفس اللوكس هذا خذيت واحد ثاني هذا بإيش هذا الظاهر بلتين بلتين وهذا بلتين وهذا بلوتس تمام؟ أنا ما دقتهم طبعونا نذوق واحدة نشوف حلوة ولا لا والله ما خليها في نفسكم عشان اللي مسكاكة تغلو تشتري تعرفي حلوة ولا لا شايفين؟ خلونا نذوقها بسم الله لذيذة 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 خذوها يا بنات لذيذة زي ما تشفون عندي هنا عدة بحر أغراض بحر أو لعب بالتراف هذه خذيتها السارونة خذيتها من ساكو زين؟ يجي معاها هذه ويجي معاها هذه ويجي معاها هذه زي حقة الإحرافة من يعارف حقة التراف حتى فيها من هنا عشان الطفلي بسكها براحة وكمان جاروا معاها الجروف وطويلات صراحة مو صغيرات جاروا معاها الجركن أو الدلو حق المي وكمان جاروا معاها اه اثنين حقات تعبية التي يلعبوا فيهم بالتراف واخر شيء الصف تمام؟ هذه خذيتها باربعين ريال من ساكو طيب الحين خلوني انتقل للكيس اللي بعده الكيس اللي بعده خذيت من المسام زاوية المسام في سوق المدينة الا هذا هذا بس خذيته من عالم الوسام سألتوني عليه كلكم المرة اللي فاطحة الفيديو ومسهار الفانوس الابيض من وين؟ يا بنات هذا من عالم الوسام كذا شكله عشار رمضان جبته كان بثلاثة وعشرين ريال تمام؟ ثلاثة وعشرين ريال زين؟ طيب نخليه كذا على جنب نشوف اللي بعده خذيت هنا هذه المبطرة على شكل الكعبة علشان علشان رمضان حلو تغيرين بأشياء هذا غطاها عشان تعكس بس كذين؟ شايفين شكلها كيف؟ حين حلوة طيب جاء دور الطاسة هذه خلاص سألتوني أمسارة من وين جاي الطاسة الصفرة للمرة اللي فاتت أبشركم الغطا انكسر الغطا انكسر كان بالدرج شفتوا معي بالانستقرام فتحت الدرج لكيف المكسور محد جاء محد جاء لحيته ماني عارفة كيف انكسر داخل الدرج الحيت جبت هذه الطنجرة جبتني حمراء زين؟ معها غطا غطاها بس هذا غطاها أبيض قمة الشياكة أنا جابتها على شهان المرقوق شهوربط الجريش الأشياء السائلة فهمتوا؟ هيل جميلة قيد خضيت كمان هذا المفرش هذا المفرش للطاولة هنا على شهار رمضان بإذن الله بنغير ما بعض بنفرش بإذن الله كل ديكورات رمضان بإذن الواحد الأحد كمان خضيت ملاعق كمان عشان ما عندي خضيت ملاعق خضرة كمان صغير كمان الصغير العادي المحتاج عرفتوه عشان لو جاني أحد طيب كذا حنا نكون خلصنا مشتريات مشتريات عالم الوسام أو زاوية الوسام عفوا تحسبوني قضيت لسه ما قضيت تعالوا معاين خلونا نشوف هذا العصر هذه بنات استارة بس بدون طق مطقينها هنا تحطينها بالباب خلاص يعني تصير كلها بالباب فهمين علي كأنه هذا الجدار كأنها راكدة هنا وين الجدار الثاني خلاص بدين ضيقين 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 لحدات ما تمسك وتعلقين استارة عليها استارة لازم تكون خفيفة هذا تشير 13 كيلو أنا جبتها علشان باب الحوش اللي عندي نحب نفتح الباب بس تعرفونوا الحين وقت صيف بدأ الصيف يدخل وهذا وقت طروع الناموس الذبان يعني فاجبنا هذه عشان نفتح الباب وداري عندنا كل حاجة تدخل مع الباب وبإذن الله تعالى بصوركم إياها بالانستغرام انستغرام يبنات تحت موجود صندوق الوصف هنا خذية منشفة هذه يبنات من محل بسوق البحر اللي يعرفون سوق البحر السوق القديم بس أنا من يعرفه وش اسم المحل مع الأسف من يعرف اسم المحل خذية هذه المنشفة مية منشفة هي تحسونها زي المفرش عشان أغطي فيه الفطاير أغطي فيه أي حاجة عجبني الشكل شايفين شكل مرة لطيف كمان خذيت هذه علبتين فايل وحدة لي وحدة الماما سوف تقومون بسيطة تعطيها ياها أضعون الفايل هنا عشان تعملون تغيير جو يعني برمضان بشيها بسيطة نحن نغير الجو جاي معا همتين زي ما قلت وحدة لي وحدة الأمي طيب هنا خذيت ترمص الصغنون لي أنا عشان قبل الصحور أحب أقعد بالحوش أشرب قهوة هنا لا يعرفون شميل مو نظيف شايفين مرة جميل كان سعره بس عشرة هذا مفرش شفي شي أسود داخل الكيس لا يعرفون شو مفرش عادي سفرة كلا يعني تمام هنا أخذت فوتين طاقم مع بعض شوفوا جمال الفوت دايما تتسألون لي مسار فوتك من وين والله يا بنات من السوق بس حبيتهم طاقم مع بعض شوفوا اللي فوق من شفا واللي تحت فوتا شوفوا جمالهم هذي فوتا غطون فيها من شفا يعني كانها غطة ما تمسحون فيها شيء وهذي اللي تحت فوتا أنا أجيب هذولا يا بنات الأشكال بس الأشياء الأكل يعني مثلا بغطي في طاير أبغى عندي أكل مكشوفة بغطية لو مثلا أستنىها مثلا ترتاح شوية عجينة وترتاح أستخدم الأشياء هارية هذه ما أمسح فيها أبدا الطاولات ولا أمسح فيها الأشياء البقع ولا الأشياء الثانية هنا خذيت فونيس إنارة هذه أصلاك إنارة بركبها إن شاء الله ما بعض بفيديو زينة رمضان بإذن الله هنا كمان خذيت شوفوا خذيت هذه كمان بس هبلة أكبر هذه بالبطارية أما هذه بالكهرباء بتشوفون كله كيف الرقمة بعض إن شاء الله هبلة كبيرات مرة شايفين والإنالة صفرة هذه قال لي صفرة هذه يا رب تطلع صفرة إذا طلعت بيضة برد جحها قيمة السلك الواحد 21 ريال تمام آخر حيات خذيت هنا طبعات الحنة أو النكش شايفين الأشكال حين حلوة خذيت ثمتين وحدة لي وحدة المال بس بل السماء أغطيتها يعني هذه كانت كل الأغراض اللي خذيتها من المحل اللي بسوق البحر في غرض صغلون بلديكم يا الحين بس خلوني عاببي الأغراض هذين كنت شاري أغراض سيارتي أكيد شفتوني بالانستغرام بس لفت انتباعي هذا الشي شوفوا حين حلو الألوان أبحطهم داخل حوض السمك حين حربتهم حوض السمك عندي داخل كل الحجر أبيض تحسيت اللون الأحمر راح يجي معها أجيب تمام سارة تحسيتهم لها آخر حاجة أنا خذيته زي ما تشوفون عندكم هنا لوني أقربه آخر شي حلواتي ثانوس رمضة شايفين كبره حيل كبير حيل ثقيل وكبير مرضى يجند طبعا بالكهرباء يشبك بتحطون في لمبة لازم تحطون لمبة أنا بحط للمبة ليد برتقالية أنا محب الإنارة البيضة وبتشوفون إن شاء الله كما لبزينة رمضان أنا ولا راح حطه بالحديقة ولا جوة البيت بتشوفون معي كل شي بإذن الله تعالى كذا أنا وصلت النهاية الفيديو أتمنى من كل قلبي تكونوا استمتعتوا واستفدتوا وأتمنى كمان الفيديو على موقع قصير كذا على ما كانت في فائدة لكم وستعتصدوركم انتظروني فيديو جاي بإذن الله الفيديو الجاي راح يكون مقاضي الشهر والفيديو اللي بعد راح يكون آخر فيديو بالتفريزات خلاص قضينا وبعدين راح كذا نتبدأ الروتينات العادية لأنه خلاص حنا قد وبعدين راح نسوي الزينة مع بعض وبعدين خلاص نبدأ عاد أيامنا مع شهر رمضان إن شاء الله اللي مهم تابعاتي على الانستقرام حسابي موجود تحت في صندوق الوصف أنا عبر رمضان كل يوم بالستوري عندي فيه مسابقة وكمان فيه قصة وفيه جوائز وفيه أسئلة هذا النظامي من قبل ما أفتحني يوتيوب من فتحت الانستقرام وأنا هذا طبعي السنة الجاية راح تير السنة الثانية إن شاء الله هذي اللي بيدخل علينا أبي إبن الله وأنا مستمرة على المسابقات وعلى الأسئلة وعلى القصص الحلوة والقصص الهادفة أسأل الله سبحانه وتعالى أنه بنلغنا رمضان وحنا بأتم الصحة والعافية يا رب وأنه نستقبل شهر رمضان الكريم وحنا ما بقلوبنا غلى على أحد ولا بقلوبنا حسد على أحد زي ما قلت لازم الجوارح تصوم قبل فمك إذا ما صامت الجوارح فأنتي سيانك باغ فراتح حساباتك مرة ثانية وراجع نيتك وراتح قلبك وتمنى الخير لكل الناس قد ما أنت تتمنينا الخير لكل الناس قد ما أنت قلبك طيب من جوه وقد ما أنت نيتك حسنة مع الله سبحانه وتعالى وعندك حسن ظن بالله وبالناس تأكدي الرب العالمين أنت حسن ظن عبده فليظن بما يشاء فقد ما أنت أحسنتي ظن بالله قد ما رب العالمين رد لك حسن ظن هذا مضاعف إن شاء الله كذا أنا أقول لكم مصلت معاكم من نهاية الفيديو أتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا أشوفكم على خير بإذن الله تعالى سبحانك الله ومو بحمدك أشهدوا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في رعاية الله